مع موعدين عشية السبت بفريق شباب الوزداد العائد بقوة في المرحلة الأخيرة وعين السنافر على الزاد كامل للإبقاء على حضوضه بتتويج بالبطولة تقرير لكاليمونيس لا خيار سوى الانتصار واسترجاع كامل فرص مواصلة المشوار دون انكسار هي الروح القتالية التي من المنتظر أن يدخل بها رفق أمن عبيد المواجهة التي ستجمعهم عشية السبت بفريق شباب الوزداد في محطة حاسمة السنافر مطالبون بتجاوزها بسلام تحضيرها في ظرف جيدة سورة العظيفات لتلقيناها دولة الفوان ما عليش حمد الله نحن نحن في ظرف جيدة باش نحضرهم بقابلة بالوزداد ان شاء الله باش نحق نتجة إيجابية ان شاء الله نعلم أنه سيكون سورة 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 ونحن نحن نتقل في المنزل هذه السمانة والمهمة بالنسبة لرائد البطولة لن تكون سهلة أمام فريق عاد للواجهة في الفترة الأخيرة ويطمح لاستدرك ما فاته خلال مرحلة الفرق التي مر بها وهي الصعوبة التي قرأ لها عمراني ألف حسب أغلبية المقابلات يعني صعبة في نهاية الموسم سواء بالنسبة لنا وبالنسبة لفريق شباب بالوزداد اللي عاد في المرحلة الأخيرة بنتاج إيجابية فوز معمدية وتعادل في الصورة وفوز في كأس فريقين نظر باللي من ناحية المنوية تحس باللي فريق اللي ربما يكسب شوية ثقة في النفس ولكن احنا حتى معلينا حتى معلينا باش نديوا مقابلة في المستمام حتى معلينا باش نكونوا حاضرين في الملعب السقوط أمام الفرق الجريحة هي سمة لازمة السنافير فوق أرضية ميدانهم منذ بداية البطولة فهل سيتكرر السيناريو أمام أبناء العقيبة؟